السلام عليكم ورحمة الله ارحب بكم معزائي الطلبة في لقاء جديد وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث ان شاء الله على موضوع الحذف اللي هو الديليشن اوف الديليشن اوف the e اليوم رح نتحدث على فقرة ثلاثة تسعة واللي هي حذف صوت الحرف ال e في نهاية الفعل ورح نعرفكم موضوعنا هو المورفولوجي اوف ذا فير لا ننسى موضوعنا هو المورفولوجي اوف ذا فير اللي هو اشتقاقات او اضافات الفعل فاليوم رح نتحدث عن ال e ال e وسوالفها طبعا ال e دائما من اللي نضيف ing في الغالب نحذف ال e ونضيف ing ومن اللي نضيف ed يعني ما رح نكرر فقط نضيف d وكأنه هنا ال e رح تحذف لان هنا شوف انا عنده هنا ing حذفتها وضفت ing وهناها محذفتها وضفت ed اذن ال e تحذف في الغالب ال e تحذف هاي النقطة مهمة زين ولكن اكو حالات اخرى اكو حالات اخرى ما رح نحذف ال e اللي هو مثلا هل يشوفها قدامك اضافات ال e ال y e ال o e وال g e وال g e هاي الحالات ما رح نحذف ال e مباشرة ننضيف ed يعني شوف هاي agree agreeing او agreed شوف شلون صارت ال agreed وهنا عندك ال e ما رح ما حذفناها هنا ال e ما حذفناها مزين هنا ال e ما حذفناها هنا ال e ما حذفناها اذن هاي الحالات احفظها ذني الحالات ننضيف بيها ed الاستاذ بالجامعة امتحنف اديون ما انا اذكر بالمرحلة الثالثة استاذ راعد الله يذكرها بالخير امتحنى وجاء بنا هذا الفعل هم وقال سوي يعني ايش حالاته الخمسة اللي هو مجرد والماضي وتصريف الثالث وال ed وال s والى اخر فركز على هذا الموضوع زين عيني فركز على هذا الموضوع هذا فقرت حذف صوت ال e او حرف ال e في نهاية الكلمة ترجمة نانسي قنقر